نعيز نقل على نقطة بس لي نيتنياهو بيأجل موضوع لا دي مفهومة وحنجلها دي مرتبطة بكيف يفكر الاسرائيليين بس هي الفكرة هنا عشان نقفل الملف الامريكي بكل زوايا زي ما قلنا انه يعني فتر الترامب لو وصل وغالبا حيوصل لكرس الحكم في امريكا هتبقى صعبة جدا على منطقة الشرق الاوسط تحديدا وعلى شقاءنا في فلسطين وغزة بشكل اكثر خصوصية لكن هي الفكرة الاساسية انه اولا هيعيد سياغة صفقة القرن بشكل ما او بسياغة اخرى رقم اتنين حتى بتشفت المصطلح السيء اللي استخدمه اثناء المناظرة لما وصف بايدن ترامب وصف بايدن بالفلسطيني السيء قال له يوار لايك اباد فلسطيني فانت بتكلم على حد توجهه واضح حتى لما ذكر قالك بايدن بيحاول يوقف الحرب الاسرائيلية وانا مش عارف ليه كاين نوقف مع الجانب الاخر لو انا جيت مش هنوقف الحرب دي غير لما تنتهي المهمة فهو نوايا بايدن هو واضح هو علينا ان احنا نتأهب خلال الاربع شهور القادمة لغاية موعد الانتخابات ان احنا نرتب اوراقنا يعني موقوع القدر ان احنا عاديد بننتظر دي بقى نقطة نحنا نقطة من اول الصات لازم حضرتك النهاردة يبقى عندك استراتيجية مجابهة في التعامل مع القادم من البيت الابدن ليس ترامب القديم يعني برضو لازم يكون واضحين ما هو برضو لازم يكون واضحين يا دكتور مع نفسها انا اسف يعني ما عندناش تراتيجية مكبرة مش معندناش خلينا اقول مش معندناش ما عندناش القدرة يعني خلينا اقول لسه من المضموعة العربية لم تصل الى ان يكون عندها القدرة انها تجابها هو في حاجتين هيغيروا الواقع اللي احنا هنشوفه في الساحة الفلسطينية عشان اكون امين معها فضل واحد المقاوم الفلسطيني ده رقم واحد ده تغير قواعد اللعبة ما ليش علاقة بحماسه الجهاد والفصائل لاي علاقة بشعب الفلسطيني الصامد على الارض النهاردة اللي ليه حساباته وتقديراته واللي يستطيع ان يغير من قواعد اللعبة الفلسطينيين اما عملوا الانتفاضة الاولى والتانية وغيروا من القواعد دي كلها واللي عمل السلطة الفلسطينية كانت هناك قواعد على الارض ثم حركة فتح اللي قادت حركة تحريض وتغيرها بالقواعد وغيرنا القواعد فانت عندك عول جيدا واعتمد حضرتك على الدخل الفلسطيني والدخل الفلسطيني ليس فصائلي يعني ليست فصائل انت بتكلم على الشعب الفلسطيني هتقول لي تم فيه تكلفة عالية بتفاح الشعب الفلسطيني الالاف اللي زين اكذب انا مال حضرتك لكن في النهاية لاتوكة شعوب تتحرر بكوت الدفع ذاتي لابد ان الفلسطيني يتفاهم لا لا فيه تمام تكلفة 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 عالية ولازم يتفعوها طبعا تمن مؤلم وباهد وخاسي على قلوبنا لكن تمن لابد ان يتفع من اجل فلسطيني مش عايزة كارن بقى الحالات بتاعت التحرر الوطني حالك عارف فيه دول تحررت دي ملايين الجزائر بلد المليون شهيد اه فاحنا بنتكلم في واقع احنا ندركه لكن بطبيعة الحالة الفلسطين انفسهم ومن الذين يغيرون وليس الاعتماد على اي طرف الموقف العربي انا في تقديري انه هناك مواقف عربية لانه في مشكلة انه مصر وحدها يعني خلينا اتكلم بصراحة وليس بنصف ايه لسان مصر وحدها هي اللي وقفة في المواجهة مع الاسرائيل وقفة في اتجاه الموضوع ممر صلاح الدين في المعبر بتعرفها في تفاصيل كتيرة جدا مصر والترانسفير ده اللي هو بقىنا سبع تمن شهور ثم دخلنا تسعة شهور لا يزالوا بيعودوا تدوير الافكار يا أستاذ سامر لغاية النهاردة بيكلموا مع حضرتك تعالوا نعمل ونرحل عملنا الميناء اقفل المعابر اعمل كذا المخطط لو لا مصر اللي كانت قد تم تسريط القدار الفلسطينية خلال شهور الماضي صحيح احنا مش عايزين نقول ده شهادتنا مجروحة عشان احنا مصريين لكن ده الواقع لا لا بس لو لا الموقف المصري والله يا أستاذ سامر وتحت ايدنا كانت كل الوسائق التي تؤكد هذا الكلام من اول يوم التسريبات بتاعت المشروعات الخاصة بعملات الترحيل والتهجير والترانسفير وتصاغط بمليون طريقة بمليون طريقة ويصدرها المصر وبعدين وجوده على المعبر ووجوده على الممر الصلاحي وفيه ممر تالت اسمه ممر ديفت وقابليها ممر نتسارين هو قصر خلاص عمل بقى حضرتك شطر الكطاع النهاردة حضرتك لأسف ان انا اقول الكطاع تم تقليسه فانت النهاردة بتتكلم على ايه حضرتك تم تقليس الكطاع بالكامل كل يوم بيمر فيه ترتيبات امنية اسرائيل بتعملها بتكرر السياسة وجودها على الارض مصر وقفة حائط صد طب باقي الدول العربية فيه النهاردة احنا بقى لازم نتكلم كلام واقع مواقف الدول العربية لازم تبقى دعيمة مش مجرد انا بقدم اعمال يعني تعالى نروح علشان الوقت بس تعالى نروح للربط اللي كنت حالك عايز تروطه من شوية بقى ما بينما ما حدث فيه امريكا وزا ما قلنا انه يمكن مع زيادة حضود ترامب جدا في الوصول الى كرسي الحكم اسعد الناس بهذا الكلام هو نتنيا صحيح اللي اساسا بيسوف وبيطول امد الحرب انتظرا لترامب هو عنده استحقاقين يا استسامر عنده اجازة الكنيسة فبالتالي اجازة الكنيسة اذا وصلنا اليها حتى لو حدك عملت اتفاق مرحلة اولة او تانية او تالتة ووقعت ومضيت فيه هيوقف الى ان يمر ده الحاجة التانية هو هيوصل هيوقف لحد الكنيسة ما يرجع لازم يرجع يرجع بعد كان شهر يرجع بعد الاجازة الاجازة دي بتبقى حوالي من شهر ممكن يعودوا براحتهم تمام وممكن يمد الحاجة التانية زيارته حضرتك الى واشنطن يوم تلاتة عشرين هيوقف عشرين خمسة عشرين يلكي خطاب فيه الكونجرس ومجلس الشيو هيقول ايه الامريكان اغلبية الاعضاء بتطالب بالمقاطع يعني انهم حيروخوا بس هيبقى فيه مقاطعات للنواب من الجمهورين والديمقراطيين طب هو راح يعمل ايه هو فيه خوف انه يقلب الديمقراطيين على الجمهورين والعكس ويلا يعطي الورقة المين للرئيس جو بايدن وبالتالي حيروح هناك طبعا ايباك ببالك انه رغم الخلافات السابقة اللي كان عارفينها ما بين نتنياهو بايدن او الظاهرة ايه امبارح مكتب بايدن طلع واعلن انه الرئيس بايدن هيستقبل نتنياهو في حوار او في لقاء لمدة ساعة قبل القاءه كتابه في كونغرس وده اللي يقول لنا كمان من المشهد اللي هيبقى سيئ في الشهور اللي جاية انه بايدن و ترامب اللي اتنين هعملوا مزاد علم دي لنايل ريدا نتنياهو طبعا عشان الأصوات اليهودية يعني شوف هو حيبعايز ياخد قيمة تحفيزية وحيخش في مساومة عشان يكون أمين مع حداك ونسمي الأسام المساومة صح ايه قيمة تحفيزية واحد هو عايز ياخد الـ F-15 والـ F-35 ده تعاقد لمدة خمس سنين هو عايز يسرع ياخدهم في مدة من 24 ل 36 شهر عشان ينجز بالنسبة لي هو عايز الـ F-15 و F-35 كمسارع عمليات مش لغزة بقى خلاص بالمناسبة غزة هتخلص خلال أسبوعين انا براهن عالده خلاص عمليات بتخلص دلوقتي عمليات نوعية استخباراتية في عمق القطاع أجيب القيادات مين ما اعتمد على قوة دلتا وقوة الوحدة البريطانية فبالتالي اللي حداك شفته موضوع ضيف ده أول الأسبوع ورافع سلامة دي دي الصياد بقى خلاص دي عمليات نوعية لكن على الأرض خلاص عمليات تخلص فكيف الاجتماعات والطفل العشوائي ده حيقل جدا خلصت يعني دلوقتي حجم النار جوه لغاية رفح والمناطق دلوقتي تركيز في الشمال يعني تركيز في العمليات في الشمال